هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني كما أنها لن تحرر إسرائيل من التزاماتها والقانون الدولي سيداتي وسادتي من الصحافة العديد من الناس يتحدثون عن فعالية الأعمال الإنسانية في غزة ويقيسونها بناء على عدد الشاحنات التي تعبر من مصر الأمم المتحدة والشركاء والتي يسمح لها بنقل المساعدات عبر الحدود هذا خطأ المشكلة الحقيقية هي أن طريقة قيادة إسرائيل لهذا الهجوم هي التي تضع عراقيل فضيعة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة والعملية الإنسانية الفعالة في غزة تتطلب الأمن وموظفين يعملون في أمان وقدرات لوجستية واستمرار النشاطات التجارية هذه العوامل الأربعة لا توجد أولا الأمن نحن نقدم المساعدة في منطقة حرب القصف المكثف الإسرائيلي وفي المناطق المكتظة المدنية في غزة يهدد حياة المدنيين وموظف المساعدات الإنسانية معا لقد انتظرنا 71 يوما لإسرائيل حتى تسمح لدخول المساعدات من كارم شالوم وفي المعبر بعد ذلك ضرب بينما المساعدات كانت في المنطقة أو الشاحنات ثانيا الأعمال الإنسانية تتطلب موظفين يعملون في أمان 136 من زملائنا في غزة قتلوا في 75 يوما وهو شيء لم نره في تاريخ الأمم المتحدة فلا منطقة في غزة آمنة وأنا أحيي النساء والرجال الذين قدموا التضحيات وأيضا أحيي الذين يخاطرون بحياتهم وسحتهم مع حديث هذا فمعظم موظفين قد أخرجوا من ديارهم كلهم يعانون فقط للبقاء على قيد الحياة ولدعم عائلتهم إنها معجزة بأنهم استطاعوا أن يستمروا في العمل في هذه الظروف ولكن هؤلاء أيضا الزملاء يدعمون الناس في جنوب غزة بينما يحاولون أيضا مساعدة الذين يتدفقون من الشمال الذين لسيدهم أي شيء وهم يقدمون المساعدات في رفح وغربي خان يونس ودير البالح والنصيرات في الجنوب ويفعلون كل ما فيسعهم للوصول إلى الشمال رغم التحديات الكبيرة أي الأمنية في هذه الظروف المزرية فإنهم لا يسدون إلا أقل الحاجيات وثالثا الأمور اللوجيستية كل شاحنة تصل إلى كارم شالوم وينبغي أن تفرغ ثم يعاد طبعا شحنها مرة أخرى لتذهب إلى جنوب غزة مع هذه الأعداد القليلة والمحدودة من الشاحنات فالعديد من سياراتنا دمرت أو بعد الخروج من الشمال ولكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لأي شاحنات إضافية لأن تعمل في غزة وطبعا هذا يعرقل بشدة المساعدات أو أعمال المساعدات والشمال خطير جدا بسبب النزاع وبسبب طبعا المسيرات وما تعمل هناك والصواريخ وغيرها وأيضا الاتصالات تجعل من المستحيل التنسيق تنسيق المساعدات والسماح للناس بأن يعرفوا أين يصلون إليها وأخيرا استئناف النشاطات التجارية ضروري جدا فالرفوف فارغة والأسواق فارغة والمخابز قليل منها يعمل في غزة وأنا أدعو لرفع كل القيود عن النشاطات التجارية الآن وبسرعة نحن طبعا مستعدون لإعطاء الأموال للعائلات المحتاجة ولكن في غزة ليس هناك أي شيء يشترى سيداتي وسادتي من الصحافة في هذه الظروف التي وصفتها للتوم الوقف إطلاق نار إنساني هو الطريق الوحيد لنسد حاجيات الضرورية لسكان غزة ولننهي كابوسهم المستمر